الموضوع اليوم موضوع كثير كثير مهم ولسيما فيه مغلطات وأفكار مغلوطة في هذا الموضوع فقررت في هذه الحلقة أن نلقى الضوء على بعض المعلومات حول الجهاد الروحي وحول الجهاد المسيحي دعني أبتدأ أول شيء أن أقول أن الجهاد في المسيحية ليس وأنا عاوز أسرد بعض الأمور بعض الأفكار التي كتبتها وعاوز أشاركها معكم الجهاد في المسيحية ليست قتل الأعداء أو الاحتلال أو الغزو باسم الدين ولا التخلص من كل ما يخالفنا الرأي الجهاد في المسيحية ليست استباحة أملاك أو أعراض الناس ولا التبرير بالمسميات الكثيرة لكنها مبطنة بأفعال مشينة مثل الاغتصاب والصرقة والتشريد والقهر على قبول ديانتي أو معتقدي فهذه ليست في المسيحية وأيضا الجهاد في المسيحية لا تعني حمل الصليب والذهاب إلى المعركة يعني كثير من نشوف حتى في تاريخ الكنيسة في بعض الأمور المشينة كان يروحوا للمعارك حاملين بيمشوا وراء صليب ليس هذا هو الجهاد الروحي أنك حامل صليب وماشي وراء الصليب إلى المعركة هذه الأفكار كلها ضد روح المسيح ضد تعليم المسيح وضد طبيعة المسيح وضد المسيح يعني رسالته وإرساليته بشكل عام ثم حباء الجهاد المسيح أو الجهاد الروحي لا تعني الذهاب للحرب الغير مقدسة وتسميتها استشهاد في سبيل الله فمكتوب عن الشيطان أن الشيطان هو القتال وهو الإرهابي واللس الذي طبعا يقتل والذي يدمر والذي يهلك الناس وهو الذي يدمر الممتلكات لأنه هو المخرب وهو أيضا المجرب اشتركوا في القناة